اشتركوا في القناة مزودة بأحدث التكنولوجيا الحديثة في قطاعنا. خلينا عرف تفاصيل أكثر من المهندس أحمد حسن خبير الطرق النقل الدكي ورئيس قطاع التخطيط والدراسات بهيئة الأنفاق السابقة نورنا في صباح الخير. أهلاً صباح الخير. أهلاً صباح الخير. أنا في الأول طبعاً ببدأ بشكري وتأديري لزميلنا في الهائة القومية الأنفاق على المجهودات التي عملوها في الفترة التي فاتت. سانياً برضو عايز أتكلم نبزة بسيطة جداً عن الجر الكهربائي في مصر والمجهودة التي حصل ما قبل 2014 وما بعد 2014. هنتكلم طبعاً في دي أنها نقطة مهمة لكن بدايةً خلينا نعرف السادة المشاهدين. يعني إيه محطة تبادلية؟ وما هو القطار الكهربائي الخفيف؟ تمام. المحطة التبادلية ديت هي أي مكان نقدر نجمع فيه أكبر عدد وسائل نقل ممكنة تدي راحة للراكب وتدي له الفرصة أنه هو لما ياخد أي وسيلة نقل لما ينزل ما يلاقيش مكان أو يبدأ يلاقي الوسيلة التانية اللي تدي له المكان التاني. فدي المحطة التبادلية معناها أن أنا بعمل تبادل ما بين عدد من وسائل النقل. محطة عدل منصور من أكبر المحطات التبادلية اللي في العالم لأنها بتجمع من سبع وسائل نقل. طبعاً زم كلنا سمعنا مبارح في الافتتاح إن من أكبر المحطات التبادلية اللي في العالم بتجمع من 3 ل 4 وسائل نقر إحنا عندنا في محطة عدل منصور 7 وسائل نقر متجمعين كلهم في محطة واحدة اسمها محطة عدل منصور جيب يعني لو خدنا الجر الكهربائي اللي موجود فيها هنلاقي إن هي نهاية الخط الثالث لمتر الأنفاء ينزل الركب من الخط الثالث لمتر الأنفاء في عدل منصور خريطة هي معانا يفندتنا بالضبط فهنلاقي إن هي نهاية الخط الثالث تمام؟ محطة عدل منصور بعد كده يبدأ بداية وسيلة القطار الكهربائي الخفيف قطار الكهربائي الخفيف يبدأ من محطة عدل منصور زي ما احنا شايفين ويبدأ يمشي على طريق مصر الاسماعيلية لغاية لما يروح المرحلة الأولى بتاعته العاصمة الإدارية القطار الخفيف دراسته يعني دي من ضمن الحاجات اللي حبنا هو عليها منتهية من أكتر من عشرين سنة كان مشروع تخرجي سنة ستة وتسعين يعني إحنا بنقول قد إيه إحنا تأخرنا خلاص لو كانت عمل من سنة ستة وتسعين لغاية النهاردة كان هيبقى إيه شكل المدن العمرانية الجديدة اللي موجودة إذا كانت الشروق أو إذا كانت بدل أو إذا كانت العبور فهو من ستة وتسعين مشروع تخرجي خلاص اشتغلت فيه في توقيع عقوده في 2019 عشان يبدأ يتنفذ ويبدأ يشتغل عشرين اتنين وعشرين مشروع تخرجك يعني أنت عارف أن المشروع ده كان ياخده أتأديه في التنفيذ المفروض من ثلاثة أربع سنين من ثلاثة أربع سنة طب إيه اللي عطالوا كل ده فانا ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه وبنقول القرار التنفيذ يعني المشروع القطاري الكهربائي لما بدأنا نشتغل فيه خدنا توجيه ساعتها من سيادة الفريق كامل ونزلنا احنا روحنا قبلنا الأهالي طبعا احنا عارفين إجراءات نازع الملكية عمدينها ممكن تقعد سنة وسنتين روحنا قبلنا الأهالي اللي على المصار الناس سلمت أراضيها في 2019 بدأنا نشتغلنا في الورشة بدأنا نشتغلنا في المصار قبل ما يخلصوا قرارات نازع الملكية حبا ان هما كانوا عايزين الطريق ده هيخدم بقية المساحات ويخدم المنطقة اللي هم عايشين فيها وفي نفس الوقت هما بيتعوضوا بالزبط طيب مشروع بهذا الحجم زي القطار الكهربائي الخفيف ايه عوايدوا على الناس عشان برضو الناس تكون عارفة احنا كنا بنعاني دايما من تكدس مروري في القاهرة فاحنا عملنا خط مترو او المرحلة التالتة من الخط التالت عدلي منصور فانا وصلت الناس خرجتهم يعتبر خلاص بخرجهم من الزحمة اللي جوره في القاهرة بعد كده هياخد القطار الكهربائي الخفيف فاذا اللي عايز يطلع مثلا من قلب القاهرة يوصل لحد بدر مثلا دي كانت معانية طبعا بالنسبة الناس طبعا يوصل في قد ايه مثلا لما هياخد من المترو يوصل في قد ايه لحد ما يوصل عدلي منصور ومن عدلي منصور يوصل قد ايه باستخدام القطار الخفيف طيب احنا كل وسائل الجر الكهربائي اللي موجودة دولياتي اذا كانت المترو او اذا كانت القطار الكهربائي الخفيف طبعا كلمة خفيف هنا بسه حاجب اوضح لها ان هو خفيف في حجم نقلة الركاب احنا بنوصل اقل غاية 850 الف راكب مليون ولكن المترو ممكن يشيل غاية 2 مليون القطار الخفيف المحطات بتاعته بتبقى في حدود ل3 ال4 كيلو متر المفرق ما بين المحطات ولكن السرعة المتوسطة اذا كان للمترو او اذا كان للقطار هي حوالي 100-120 كيلو متر في الساعة فحضراتك تخيل كده ان اللي كان بيطلع من غير موجود محطة عدل منصور اذا كان مترو او اذا كان القطار خفيف وعايز يروح مدينة بدل كانت معاناة حقيقة وبعدين هيطلع في جسر السويس هياخد ميكروباص وغاية ما يروح لموقف السلام العاشر دي الرحلة الحقيقية هيقعد فيها حوالي ساعة ساعة ونص خلاص بعد كده قبل طبعا تطوير طريق قهرة الاسماعيلية الصحراوية بعد كده هياخد طريق مصر الاسماعيلية هيركب ميكروباص خلاص او هيركب وتوبيس 26 راكب هيفضل رايح لغاية مدينة بدر ساعة ونص تانية حراكة بتكلم في ثلاث ساعة بس برضو خلينا نقول ان الطرق حوادث الطرق خلاص والزحمة اللي في الطرق والارهاق المواطنة اللي في الطريق ده غير ان هو نزل تكليف نفسها تكليف ما نقوله حراكة التكلفة والارهاق والحوادث المشروعات النقل الجماعي قللت وقت قللت تكلفة كل بقى حضرك شوفي احنا اللي اربعة بركبوا عربية يعني مفروض اتنين لاربعة طب الاثناشر هيركبوا ميكروباص خلاص طب الاربعين هيركبوا وتوبيس مزبوط كده المترو بيشيل الفين كما وتوبيس نعم كتير الرحلة الوحدة لكل دقيقتين لأ يعني الرحلة الوحدة زمن التقاطر دقيقتين زمن التقاطر دقيقتين في المترو خلاص في القطار الكهربائي عشان احنا بنقول ان هو خفيف والحجم الركاب اللي مسموح به او اللي موجود الطلب بتاع الركاب هيبقى كل سبع لعشر دقائق بس هيشيل الف وستمائة راكب كام وتوبيس ومش حاجة برضو ان ناس تنى سبع وعشر دقائق عشان نركب بالزبط بالزبط ولأ ولو الحجم الطلب بالنقل الزات احنا بنزود عدد العربيات نزود عدد الأطرة فبيقل التقاطر سنقول الحراك يعني برضو نرجع تاني دقتين شايلين حوالي الفين راكب الفين راكب يعني خمسين أوتوبيس ماشيين في الشارع هو كل دقتين خمسين أوتوبيس شالهم في دقتين طبعا اكيد طيب بش مهندس عشان برضو نوضح للناس تحديدا المدن اللي هيتم خدمتها من خلال محاطر عدل منصور القطار الكهربائي الخفيف وحضرتك كلمت عن الوقت اللي هيوفاره كمان وخلينا برضو نعرف سيدا مشاهدين سعر التذاكر طيب احنا نمسك الأول للمدنين احنا محطة عدل منصور هي تقاطع احنا بنقول انه هو مكان محطة تبادلية من كل انحاء القاهرة الكبرى والجمهورية المحطة تبادلية دي بتخدمها اي حد جاي من الاخليم هيجي عن طريق السوبرجي هينزل في محطة عدل منصور اي حد جاي حوالين القاهرة الكبرى هيركب الاوتوبيس الترددي لحوالين الديري بعد تطويره هيجي عدل منصور اي حد جاي من قلب القاهرة او من اي خط من خطوط المترو او او الخط المترو التاني ان اللي هم محطة تبادلية مع التالت هيجي لغاية محطة عدل منصور إن شاء الله أكتوبر أو قلب مدينة نصر بالتجمع بالقاهرة الجديدة هيجي برضو يقدر يجي عن طريق المونوريل كل طولة هيجوا في محطة عدل منصور هيطلع محطة عدل منصور أول مدينة هيقدر يخدمها مدينة العبور أول من عدل منصور هيروح مدينة العبور العبور هناك في المحطة اللي هناك تخدم شقين شق الأهالي في العبور وشق شباب التجنيد كلهم اللي بيروحوا منطقة التجنيد بتاعة الهيكستاب تمام؟ دي كده أول مدينة تاني مدينة هتبقى مدينة المستقبل تمام؟ اللي هي أحدى مدن إسكان الزباط القوات المسلحة اللي موجودة على طريق الإسماعيلية بعد كده هيخدم على مدينة الشروق كلها أنا بقول لحضرتك نسبة زيادة التنمية في المدن دي السنوات القادمة تتضاعف 3-4 مرات عن السنوات الماضية بعد ما يعدي على الشروق هيبدأ يخدم مدينة هليوبلس الجديدة مدينة هليوبلس الجديدة مدينة تابعة شركة مصر الجديدة لإسكان والتعمير يمكن هتبقى من أهم المدن اللي هتستفاد في التنمية من القطار الكهربائي بعد كده يروح هناك القطار الكهربائي بعد مدينة هليوبلس يروح لمدينة الروبيكي مدينة الروبيكي مدينة صناعية كبيرة تمام؟ فيها مناطق صناعية يقدر يخدم عليها وبعد كده يبدأ القطر هنا المرحلة دي يبدأ يحصل له فرعتين فرعة تروح مدينة العاشر من رمضان ويخدم على كل مدينة العاشر من رمضان والفرعة التانية تبدأ تروح لمدينة بدر بعد كده مدينة حضائق العاصمة مدينة حضائق العاصمة دي ليه أهمية كبيرة جدا لأن دي المدينة اللي الدولة عملت فيها الإسكان للموظفين اللي هيتنقلوا بعد كده العاصمة الإدارية فبقى فيه وسيلة هو عنده بيت بعيد حوالي 10-15 كيلو عن العاصمة بس بينهم وسيلة جر كهربائي متاحة كل 7 دقايق كل 10 دقايق بعد كده يبدأ يخش على المحطة المطار العاصمة يعني هيبقى فيه أكتر محطة في العاصمة الإدارية محطة عندنا محطة العاصمة ده فيه حوالي 5-6 محطات في العاصمة الإدارية طبعا بما رحله محطة المطار العاصمة بعد كده محطة المدينة الفنون اللي هي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي ومع الأوتوبيس محطة الأوتوبيسات والحافلات اللي موجودة في العاصمة بعد كده محطة الكاتدرائية بعد كده محطة القيادة الاستراتيجية بعد كده محطة نادر رماية بعد كده محطة القطار السريع إزاي بيتم تصميم هذي المحطات؟ والله هي تصميم المحطات مرتبط رقم واحد بدراسة النقل إيه حجم الركاب اللي هيقدر ينزل واللي هيقدر يطلع للمحطة داية؟ الحاجة التانية مكانها لازم أن نرجع للمخططين المعمريين ونشوف هما خططوا المدينة دي إزاي؟ وإزاي حجم توزيع السكان في المدينة داية؟ فأقدر أحط المحطة بتاعتي فين؟ عشان أقدر أربطها بكل وسائل النقل لأن اللي هينزل في محطة العبور هو محتاج إحنا طبعاً في القطار الكهربائي تصميم أن يبقى فيه جراش لكل اتجاه من قدام المحطة يعني المحطة موجودة على طريق مصر الإسماعيلية أصدى جراش والاتجاه التاني من طريق مصر الإسماعيلية عنده جراش وفيه محطة حافلات موجودة عشان بقيت مدينة العبور أو مدينة الشروق تبدأ مواصلات داخلية بقى مواصلات داخلية أو يركن عربيته يجي يركن عربيته في الجراش ياخد المترو يروح المشوار بتاعه ويرجع يعني فده طبعاً تخطيط الأول عمراني وكده تخطيط نقل بعد كده بقى جوه المحطة الأمن والسلامة للمواطن والراكب المتاجه على جوه الرصيف إزاي يمشي بكل أمان إزاي ينزل طبعاً كل المشروعات الجديدة أتلاقي حضرتك المحطة نفسها مصممة إن هي فصل الرصيف تماماً عن بيت المحطة وكلها عن طريق وفيها خدمات تانية كتير كل الخدمات موجودة من كل الخدمات اللي ممكن حضرتك تتخيلها أو محتاجها وإنت تمحطق محلات هتلاقي أماكن خدمات مكاتب للبريد المصري مكاتب للبنوك وبتاع كل ما هو موجود متاح إن هو يبقى موجود في المحطة طيب أبو شوانس حضرتك في البداية كنت حابب توضح حجم التطوير والتنمية اللي حصل في هذا القطاع من 2014 حتى الآن طبعاً وأنا باعتبر إن ده من ضمن الحاجات اللي يمكن أهلينا كلهم يعني ما تقلهمش ببساطة جديدة أنا في الجر الكهربائي بالذات عايزين نقول إحنا كان عندنا إيه قبل 2014 أو عملنا إيه ويمكن ده كان الحاجة اللي لازم أن نبص لها شوي من 83-84 سنة 83-84 لغاية سنة 89 إحنا عملنا الخط الأولاني الخط الأولاني كان عبارة عن تطوير لخطين قائمين خط المترو خط السكة الحديد اللي كان موجود من المرج لغاية محطة كبرى اللامون اتطور بقى كهربائي تمام؟ بعد كده عملنا الأنفاء اللي ما بين محطة اللي هي رامسيس شوه ده؟ لغاية محطة زمان باب اللوق اللي كان فيها قطار كهربائي خفيف اتعامل زمان اللي بيروح لغاية حلوان لما ده اتطور بقى ده الخط الأولاني من 84 لغاية 89 فتح 87 مرحلة الأولى 89 مرحلة الثانية من 89 لـ2002 عملنا الخط التاني 22 كيلو الأولاني 44 كيلو الثاني 22 كيلو من 2002 لـ2014 عملنا المرحلة الأولى والتانية من الخط التالت كل دولت على بعض 80 كيلو طب من 2014 للنهاردة وستأذنك نقول لغاية 2024 لان اجمالي بقى الشبكة ده المخطط الأولى عشان بس نوضح للمشاهدين حضررك قلت من 84 من 84 لغاية 22 لغاية من 84 لـ89 كله على بعض 80 كيلو من 84 لغاية 2014 لغاية 2014 بلغاية 2014 8 كيلو من 84 لـ2014 بالزبط. من 2014 ل2024 خمسمائة كيلو. نقولهم كده بنبزة كده بسيطة. خمسمائة كيلو في جر كهربائي. اللي ممكن الناس تعمل خط طبيعي في كل الدول. ها. يعني اللي ما كانش قبل كده معدلات بسيطة. لا ده كانت معدلات اللي موجودة في كل الدول. اللي هو بيعمل 10-15 كيلو كل سنتين ثلاثة. لا احنا بنتكلم من 2014 ل2024. 500 كيلو. تكملت المرحلة الثالثة من الخط الثالث. افتتاح المرحلة الرابعة ألف واربعة به في الخط الثالث برضو. قطار كهربائي 100 كيلو قبل 24. افتتاحنا منهم 67 كيلو 24. 100 كيلو خطين مونوريل. خلاص. ده كده جر كهربائي. طبعا اعنا بقول غاية 24 تكملت بقى 400. او المرحلة الأولى من القطار السريع 24 هيبقى عندنا لا يقل عن حوالي 300 كيلو كطار كهربائي من شبكة كاملة 2000 كيلو متر. قطار السريع. يعني يعني احنا عندنا المرحلة التالتة هتكمل في الخط التالت. عندنا المرحلة الرابعة هيكون عندنا اول مرحلة 20 كيلو من متر الأنفاء اللي هو خط الهرب لغاية من ميدان الرماية او من من حضائق الاهرام لغاية مصر القديمة. ده المرحلة الاولى التسعتاشر كيلو هيكون ان شاء الله خلصناه. او الزملاء خلصوه. بعد كده القطار الكهربائي المرحلة الاولى افتتحت هيكون التانية والتالتة ان شاء الله انتهوا. بعد كده المونريل هيكون الخطين الميت كيلو انتهوا. وهيبقى عندنا 300 كيلو من القطار السريع انتهوا. يعني 500 كيلو. من وسائل النقل الكهربائية. صديقة البيئة. بالزبط. بالزبط. هتبقى موجودة عندنا هنا في مصر. المتكاملة. المتكاملة ومش موجود كمان في دول العالم. بالزبط. زي ما قال الوزير مبارح. بالزبط. سيدة الفريق كامل وزير. بالزبط. طيب اه انا عايز اعرف بس ازاي بنحسب القدرة الاستيعابية. بالنسبة للقطار الخفيف. تمام. برضو دي من ضمن الدراسات بتاعة المقلة. ان احنا بنبدأ نحسب السكان في المنطقة دية ترددهم ما بين الشغل وما بين الشغل بيروحوا الساعة كام. خلاص. بتعمل كل دراسات النقلة اللي موجودة اللي هي تردد المواطنين. الساعة كام وامتى وكل قدية. ده بيحدد لحضرتك في الاخر انت محتاج كم راكب ساعة في الاتجاه. خلاص. وبيحدد لحضرتك اماكن المحطات يعني اماكنها تقريبية فين. خلاص. يعني زي القطار الكهربائي لما تعمل. ما بين السلام لغاية العبور. فيش ولا مدينة يمين وشمال لها حجم حركة. او لها طلب نقل موجود. فما عملناش محطات. لا وما اخترناش وسيلة تانية. يعني ده الدراسات دي بتتعمل في الاول اللي بتحدد لحضرتك الوسيلة نفسها. يعني لو انا كنت بدرس ما بين المرج ورمسيس. تلاقي ان انا محتاج في حلمية الزيتون محطة. محتاج في حدايا الزيتون محطة. في صرايا القبا محطة. مزبوط. وحجم الحركة كبير. ساعتها نقول ايه. لا ده انا عايز وسيلة من ستين لسبعين الف راكب ساعة. انت يطلع عندنا المترو. خلاص. اما هنا لما انا درست. الخبراء لما درسوا. خلاص لقى ان المسافة من تلاتة لاربعة كيلو. وحجم الحركة يبدأ من عشر تلاف راكب ساعة. في الاتجاه لغاية تلاتين الف راكب ساعة في الاتجاه. يبقى ده اختر خفيف. طبعا يعني الحقيقة مجهود كبير جدا. وزي ما كنا منتكلم. يمكن المشاهد البسيط العادي. ابسط حاجة بالنسباله. وتوصله. انا بطلع على الطريق. في حوادث زي ما حضرك قلت. في زحمة. في مواصلات كتير بركبها. بروح شغلي تعبان. المسافة بقت بعيدة. فاحنا ده اللي يهمه. او لنقدر ان نوصله له. ان الحمد لله كل المشكلات دي في طريقة هنية تتحل. وبالفعل بقت موجودة. زي ما حضرك قال. انت في مجهود كبير جدا. والحياة انه قطاع النقل من اكتر القطاعات اللي شهدت طفرة في السنين اللي فاتت. انا بشكر حضرك جزيل. الشكر بوهندس احمد حسن خبير الطرق والنقل الذكي. ورئيس قطاع التخطيط والدراسات بهيئة الانفاق سابقا. شكرا لك بشمارك. شكرا لك.